أكدت وكالة التصنيف الاعتماني مدز في تقريرها الاعتماني للمملكة بتصنيفها عند ايوان مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021 أذى وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي للنمو الإيجابي في عام 2021 مع تقلص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021 مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط هذا وتشير النظرة المستقبلية المستقرة لأنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصاف الأصول الخارجية قويا بما يكفي لدعم التصنيف الاعتمانية